والمزيد من المتابعة نضم إلينا من البنتاجون مرسلنا هناك جو تابت جو أهلا بك إذن هل من تعليق على تصريحات الأسد هذه من البنتاجون؟ في الواقع سيد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قال بأن قنوات الاتصال مع الروس هي التي تضمن مسار عمليات قوات سوريا الديمقراطية وتحديدا في منطقة شرقي دير الزور المسؤول في البنتاجون لفت بأن هذه القوات قوات قصد تعمل تحت إشراف قوات التحالف وبالتالي فهي تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها وأيضا تحتفظ بحق التحالف يحتفظ بحق توفير الدعم لها لذلك فأن المسؤول أكد بأنه في حال تعرضت قوات قصد لأي اعتداء من النظام السوري فأن هذا الأمر سيكون طبعا ستحتفظ قوات قصد بحق الدفاع عن نفسها وأيضا استبعد احتمال أن يلجأ النظام إلى مثل هذه الأفعال أي استهداف قوات قصد معتبرا بأن هناك قنوات اتصال بين القصد والنظام السوري وهذا ما اعترف به البنتاجون مرارا إذن كلام الأسد ربما هو في إطار المناورة السياسية لكن الوقت على الأرض قصد لم تنهي مهمتها بعد في مقاتلة داعش موضوع آخر في موضوع منبج لماذا يصر البنتاجون على عدم الحديث عن الاتفاق الذي جرى مع الأتراك رغم إعلان الأتراك في أكثر من مناسبة عن أنه جرى الاتفاق بشأن منبج مع الأمريكيين وأنه سيتم التصديق على ذلك في زيارة المقبلة دعني أقول سيد بأن ما يقوله الأتراك اليوم هو ليس أول أعلان منهم سبق وأن أعلنوا مرارا وتكرارا أمورا لم يكن البنتاجون على علم بها المتحدث باسم وزارة الدفاع ميجر أدريان رانكين جالوي لم يتردد لحظة في نفي ما يقوله وزير الخارجية التركي معتبرا بأن البنتاجون أولا ليس طرفا في مناقشة مثل هذا الموضوع فيما يتعلق بمدينة منبج هناك محادثات هناك اتصالات وهناك تحالف مع الأتراك لكن فيما يتعلق بمدينة منبج في الواقع البنتاجون وقادة البنتاجون ليس على علم بأي تفصيل مرتبط بما إذا كان ستنسحب قوات قصد منها أو وحدات حماية الشعب الكردي حتى هذه الساعة ربما كلام البنتاجون قد لا ينطبق مع وجهة نظر الأتراك حتى هذه الساعة البنتاجون مصر بأن قوات قصد وتحديدا المكون الكردي فيها هو حليف أساسي للولايات المتحدة ولذلك هناك إصرار لدى قادة البنتاجون بأن تتواصل عمليات الدعم والمساعدة لهذه القوات شكرا جزيلا لك جو تابت مرسلنا في البنتاجون